حدثنا عفان حدثنا أبان العطار حدثنا قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن أبي مالك الأجعري أنه جمع أصحابه فقال هلما أصلي صلاة نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وكان رجلا من الأجعريين قال فدع بجفنة من ماء فغسل يديه ثلاثا ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ومساح برأسه وأذنيه وغسل قدميه قال فصل الظهر فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكبر ثنتين وعشرين تكبيرة حدثنا عبد الرزاق أخبران معمر عن أبن أبي حسين عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن أبي مالك الأجعري قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فنازلت عليه عليه أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم قال فنحن نسأله أو قال لله عز وجل عباد ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبيطهم النبيون والشهداء لمقعدهم وقربهم من الله يوم القيامة فذكر الحديث بطوله حسنا عبد الملك بن عمر نحدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأجعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم الغلول عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا أقطعه توقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة حدثنا وكيع حدثني عبد الحميد بن بهرام عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمني بن غنمين قال قال أبو مالك الأجعري لقومه ألا أصل لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف الرجال ثم صف الودان خلف الرجال ثم صف النساء خلف الودان حثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي المنهالي عن شهري بن حوشب قال كان منا معشر الأشعريين رجل قد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه المشهد الحسنة الجميلة قال عوف حسبت أنه يقال له مالك أو أبو مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد علمت أقواما ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبيطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله عز وجل حثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمني بن غنمين عن أبي مالك الأجعري أنه قال لقومه اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اجتمعوا قال هل فيكم أحد من غيركم قالوا لا إلا ابن أخت لنا قال ابن أخت القوم منهم فدع بجفنة فيها ماء فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى بهم فكبر بهم ثنتين وعشرين تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب وأسمع من يليه حثنى أبو المغيرة حدثنا سفوانو عن شريح ابن عبيد الحضرامي أن أبا مالك الأجعري لما حضرته الوفة قال يا سامع الأجعريين ليبلغ أشاهد منكم الغائبة أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حلوة الدنيا مرة الآخرة ومرة الدنيا حلوة الآخرة حثنى زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثني حاتم بن حريث عمالك ابن أبي مريم قال كنا جلوسا مع ربيعة الجرشي فتذكرنا الطلاء في خلافة الضحكي بن قيسين فإنا لا كذلك إذ دخل علينا عبد الرحمن بن غنمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا اذكروا الطلاء فتذكرنا الطلاء كذا قال زيد بن الحباب يعني عبد الرحمن بن غنمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فقال حدثني أبو مالك الأجعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها والذي حدثني أصدقوا مني ومنك والذي حدثني به أصدقوا منه ومني فقال والله الذي لا إله إلا ولقد سمعته من أبي مالك الأجعري سمعه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فرداده عليه ثلاثا فقال الضحاك أف له من شراب آخر الدهر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتابة سمعته عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين أن أبا مالك الأجعري قال لقومه فذكر مثل حديث سعد إلا أنه قال وغسل قدميه وقال وقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب ويسمع من يليه حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني أبان بن يزيد وحدثنا عفان قال أخبرنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن صلى مين عن أبي صلى مين عن أبي مالك الأجعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان قال عفان وسبحان الله والله أكبر ولا إلها إلا الله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض قال عفان والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة عليك أولاك كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معثقها حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا موسى أخبرني أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن أبي صلى مين عن أبي مالك الأجعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من الجاهلية لا يتركن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطراء أو درعون من جرب حدثنا أبو عامر حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن زيدي بن صلى مين عن أبي صلى مين قال قال أبو مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في أمة أربع من الجاهلية ليسوا بتاركهن الفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تقوم يوم القيامة عليها سرابيل من قطراء ثم يعلى عليها درع من لهب النار أدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك الأجعري قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى والناس نيام حثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد بن بهرام الفزاري عن شهري بن حوشب حدثنا عبد الرحمن بن غنمين أن أبا مالك الأجعري جمع قومه فقال يا معشر الأشعريين اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبنائكم أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى لنا بالمدينة فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبنائهم فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ فأحصل وضوء إلى أماكنه حتى لما أنفاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن فصف الرجال في أدنى الصف وصف الودان خلفهم وصف النساء خلف الودان ثم أقام الصلاة فتقدم فرفع يديه فكبر فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة يسرهما ثم كبر فركع فقال سبحان الله وبحمده ثلاث مرار ثم قال سمع الله لمن حمده واسط وقائما قائما ثم كبر وخر ساجدا ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فانتهد قائما فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات وكبر حين قام إلى الركعة الثانية فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصل لنا كذا الساعة من النهار ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال يا أيها الناس اسمعوا واعقلوا وعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله فجاء رجل من الأعراب من قاسية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله أنعتهم لنا يعني صفهم لنا فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال العرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم ناس من أفناء الناس ونوازيع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضعوا الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزعوا الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لخوف عليهم ولا هم يحزنون حسن الحسن بن موسى حدثنا حريز عن حبيبي بن عبيد عن أبي مالك عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه دعاه له اللهم صلي على عبيد أبي مالك واجعله فوق كثير من الناس حسن عفان حدثنا أبان حدثني يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي صلى مين عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطهر شطر الإيمان والحمد لله يملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعثقها أو موبقها حدثنا سريج بن النعمان حدثنا أبو إسحاق يحيى بن ميموء يعني العطار حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني زيد بن سلامين عن أبي صلى مين حدثه عبد الرحمن الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فذكر مثله إلا أنه قال الصلاة برهان والصدقة نور حثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلامين عن جده ممتور عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أراه أبا مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس آمركم بالسمع والطاعة الجماعة والهجرة الجهادي في سبيل الله فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه ومن دعا دعوى الجاهلية فهو جثاء جهنم قال رجل يا رسول الله وإن صام وصل قال نعم وإن صام وصل ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين حدثنا أبو النظر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان وليث عن شهري بن حوشب عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان ويكبر كلما سجد وكلما رفع ويكبر كلما نهض بين الركعتين إذا كان جالسا حثنا عفان حدثنا أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد عن أبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمة من الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سرابيل من قطراء ودرعون من جرب حثنا محمد بن فضيل أخبرنا داود بن أبي هند عن شهري بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين عن أبي مالك الأشعري أنه قال لقومي قوموا صلوا حتى أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفوا خلفه فكبر ثم قرأ ثم كبر ثم ركع ثم رفع رأسه فكبر ففعل ذلك في صلاته كلها حدثنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الغلول عند الله يوم القيامة ذراع من أرض يكون بين الرجلين أو بين الشريكين للدار فيقتسمان فيسرق أحدهما من صاحبه ذراعا من أرض فيطوقه من سبع أراضين حدثنا أسود عن شريك قال الأشعري وقال إذا فعل ذلك توقه من سبع أراضين حدثنا أسود عن شريك حدثنا يحيى بن أبي كثير وأبو النضر قال الأشعري أو قال الأشعري قال أبو عبد الرحمن حدثت عن العباس بن الفضل الواقفي يعني الأنصارية من بني واقف عن قرة بن خالد حدثنا بوديل حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنمين قال قال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسلم عن يمينه وعن شماله ثم قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمر فذكر الحديث إلا أنه قال الأشعري ترجمة نانسي قنقر